قدم عدد من المسؤولين الأمريكيين استقالاتهم إثر اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مناصري ترامب ومن بينهم نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر ومدير الشؤون الأوروبية وروسية في مجلس الأمن القومي راين طولي ترامب يقف وحيداً بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس وما تخلى لها من مشاهد عنف موجة من الاستقالات تضرب البيت الأبيض في رد سريع على ما تم وصفه باليوم الأسود في تاريخ الديمقراطية بالولايات المتحدة البداية كانت مع كبيرة موظفي سيدة الأولى ستيفاني جرشم التي أعلنت استقالتها فوراً بعد قيام أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول بعد ذلك بدقائق حذت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ماثيوس حذوة جرشم لتقدم استقالتها أيضاً حركة الاستقالات لم تتوقف هنا إذ شملت نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر فيما يدور الحديث الآن عن احتمال تقديم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ونائب كبير موظفي البيت الأبيض كريس لادل استقالاتهما خلال الساعة المقبلة كذلك كشفت وسائل إعلام عن استقالات عدة مقبلة قريباً مشيرة إلى أن زعيم الأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونل تدخل طالباً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض تأجيل استقالاتهم لساعات من أجل حفظ ما تبقى من هيبة الحزب الجمهوري إلى جانب الاستقالات يدور حديث عن انقسام حاصل ضمن فريق ترامب حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس منع مارك شورت كبير موظفي نائبه من دخول البيت الأبيض وسبب ذلك عدم رضاه عن إدارة مايك بينس لجلسات التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية أسئلة أمنية كثيرة طرحت خلال الساعات الماضية تحديداً بعد أحداث الكونغرس الأمريكي سأحاول مناقشة كل هذه الأسئلة مع ضيفنا من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورنس كورب وسيد لورنس أهلاً بك معنا في غرفة الأخبار المشهد السياسي الذي تشكله جلسة عادية روتينية يقوم بها الكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية تحولت إلى مشهد أمني بامتياز سجال بدأ اليوم في الداخل الأمريكي حول من يتحمل مسؤولية ما قالت إليه الأمور حول الكابيتل و داخله وبالتالي اليوم بالفعل السؤال نطرحه عليك ما يتحمل مسؤولية دخول أنصار ترامب إلى داخل الكونغرس الأمريكي؟ أعتقد أن كثيرين يقولون أن ترامب في أسبوعه الأخيرين كان سيقدم على فعل شيء كمهاجمة إيران لأن الأمور انصبت فجأة إلى الداخل واتجهت إلى المؤيدين والأنصار واختحام الكونغرس لذلك إذا ندرنا إلى ما حدث بالأمس نأمل أن لا يتكرر فقط لكن سيد لورنس يعني الحرص الوطني استدعية الطرقات حول البيت الأبيض أقفلت قبل أيام كان في قرارات أمنية اتخذت بعد طلب الحشد الذي قام به دونالد ترامب إن كان عبر تويتر أو عبر ظهوره أكثر من مرة وطلب من أنصاره في أعداد هائلة من الناس توجهت من الولايات المتحدة الأمريكية المختلفة نحو واشنطن ألم تكن مؤشرا كافيا لتحصين الكونغرس الأمريكي بشكل أفضل؟ أعتقد أنه يجب أن نجري نقاشا لمعرفة لماذا غابت التدابير الأمنية الكافية ومن الصعب أن نقوم بالتحضير لحفل التنصيب ونحن نتحدث عن غياب التدابير الأمنية في الكونغرس نعرف ما حدث في عهد نيكسون رئيس نيكسون وكان دائما ينصح بأن يستقيل ونأمل أن يفعل ترامب نفس الشيء ويستقيل كما قال بعض الديمقراطيين والجمهوريين أنسب شيء يفعله ترامب هو أن يستقيل هذا فيما يخص استقالة الرئيس لكن أحاول سيد لورنس أن أفهم هذا المشهد الأمني الذي تبعناه بالأمس ولي كل الناس كانت تقول أنه يحصل للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة لفتني أن رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي وقع اليوم على إرسال تعزيزات من الحرس الوطني إلى الكونغرس ألم تأتي باعتقادكم هذه الخطوة أو هذا التوقيع؟ متأخرا هو الذي رفض بالأمس ذلك كان ملفت أن حاكم ولاية فيرجينيا تحرك قبله أعتقد أنه بالأساس الرئيس المنتخب جو بايدن عليه أن يكون مستعدا لأن يتصرف كرئيس في أي وقت وفورا لأننا نترقب أياما حساسة وحاسمة وخصوصا بندر إلى ما يحدث في الكونغرس وهذه الهجمات على الديمقراطية بطبيعة الحال يجب على الجميع أن يستعد الآن العلمة سكاي نيوز عربية أن مجلسي النواب والشيوخ سيد لورنس سيشكلان لجنة تحقيق ومساءلة من كلا الحزبين لتقاصي المعلومات ولمعرفة الجهة التي عرقلت وصول المساعدات الأمنية هل يعني ذلك سيد لورنس أن هناك شكوك حول ما إذا كان لربما مخططا تم التحضير له قبل ساعات أو أيام أو أسابيع من جلسة التصديق على النتائج أعتقد أن القيادة الجمهورية بالتحديد في الكونغرس وخصوصا السيناتورات الذين حاولوا الاعتراض على نتائج المجمع الانتخابي هم فعلوا الشيء الخاطئ كان عليهم أن يجروا الجلسة بشكل عادي واعتيادي ولا يتيحوا الفرصة لهذه التطورات شكرا جزيلا لمساعد وزير دفاع الأمريكي السابق طابق لورنس كورب على مداخلته الأمنية الليلة معنا من واشنطن شكرا